كما وصلت توزارة الداخلية جهدها الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وهو ما أسفر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 38 قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 2353 استوانات بوتجاز وضبط 22 قضية مواد بيترولية بمضبطات بلغت 446 658 لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 1167 قضية سلع غزائية وتموينية مستندية وعينية بمضبطات وزنت قرابة 3540 طن سلع غزائية وتموينية متنوعة وكذلك ضبط 5014 قضية مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت أكثر من 121 طن دقيق بلدي كما تم ضبط أربع قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت قرابة 72.5 طن دقيقة وحوالي 21.5 طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط 2562 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبطات بلغت أكثر من 134 طن دقيقة وأكثر من 369 طن سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 75 قضية استيلاء على الدعم بمضبطات بلغت ما يزيد على 93 طن سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزياد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت 148 طن أسمنت وحد التسليح كما تم ضبط 109 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالية وضبط حالات التهريب بمضبطات بلغت أكثر من 1219 طن أرز شعير كما تم ضبط 236 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسجائر بمضبطات بلغت 111 207 بوة سجائر وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 641 ألفا و71 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 228 ألفا و688 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3519 من قائدي المركبات تبين إيجابية عدد 183 سائقا منهم كما تم المرور على 140 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 877 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 781 مركبة وتبين عدم مطابقة 222 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 354 سيارة و58 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 72110 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 775 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1146 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2666 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2860 مخالفة ملسقات وضبط 31 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2779 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال إسبوع 84156 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 65534176 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 335 قضية من بينها 200 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و135 قضية في مجال جرائم المطبعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 51 قضية بقيمة مالية بلغت 151.807.223 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2604 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2.938.000.000 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3.420.195 جنيها ترجمة نانسي قنقر